محمد يسأل يريد نصيحة لأمة المساجد يقول أنا أصلي أحيانا في بعض المساجد وأشاهد بعض أمة المساجد يحرصون على توصيل الصوت إلى الخارج عن طريق المكروفونات ويهتمون بالمكروفون حتى في حالة الركوع والسجود والناس الذين خلفهم قد يسابقون الإمام بسبب هذا الاهتمام أخي أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك جزاك الله خير على حرصك على نصيحة أمة المساجد وأنا سبق أنني وجهت نصيحة حقيقة أو نصائح كثيرة لأخواني وأحبابي أمة المساجد هؤلاء الناس الفضلاء الأخيار الذين ولله الحمد منحهم الله عز وجل هذه الرتبة ووهبهم هذه الوظيفة حينما يتقدمون الناس في الصلوات الخمس وفي الجمعة هذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل ويحبسون أنفسهم لأوقات الصلوات ويقرؤون القرآن ويراجعون الحفظ ويحبسون أنفسهم رباط في سبيل الله بالنسبة لهذه الصلوات هذه نعمة عظيمة ولذلك أرجو من جميع أخواني أمة المساجد ومؤذن المساجد أن يستشعروا هذه النعمة العظيمة التي في الواقع كثير منهم لا يستشعر هذه المعنى وربما غلبت عليه جانب الوظيفة أو شيء لا هذه نعمة من نعم الله وإذا الله عز وجل فتح لعبده باب من أبواب الخير فليلزم هذا الباب ولذلك أنا أرى بأن من أعظم الوظائف ومن أعظم المراتب هي أن يكون الإنسان مؤذنا أو إماما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيام وهذه الإمامة شرف ولذلك اختارها النبي عليه الصلاة والسلام اختارها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان يتقدمون الناس هذه نعمة من نعم الله ولذلك يجب على كل إمام أن يستشعر هذه النعمة وأن يعلم بأن الله تعالى فتح له هذا الباب كثير من الناس يتمنون الإمامة ما تحصل لهم كثير من الناس يتمنون الأذان ما تحصل لهم ولذلك الإنسان أمام هذه الوظيفة الإمام والمؤذن يجب أن يشكر الله ومن شكر الله عز وجل أن الإنسان يتعلم أحكام الصلاة أحكام الإمام وأحكام الاعتمام أحكام الأذان يجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء علمنا كيف نصلي قال صلوا كما رأيتمني أصلي علمنا كيف نتقدم الناس في الصلاة هذا مسألة غاية في الأهمية والأسف الشديد الآن كثير من أئمة المساجد قد يعتنون بجمال الصوت ولكن ما يعتنون بصفهة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعض أئمة المساجد صلاته صوته جميل صوته رائع صوته حقيقة يعني من يصلي خلفه يخشع لكن صلاة جافة جامدة لماذا؟ خالية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام خالية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام تجد يصلي صلاة يعني مجرد حركات الصوت جميل نتفق على هذا لكن المشكلة بعيد عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والسبب في هذا أنه ما قرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس عند العلماء والمشايق يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما كما رأيتمني أصلي والكاف هنا للتشبيه يعني تشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام و نأتي بها كما فعلها النبي كما أقامها النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك أخواني أمة المساجد يجب على كل واحد مننا أن يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة و الذي تعلمها يراجعها لأن العلم ينسى أن بعض الناس الآن ألف بعض الأعمال في الصلاة لكن مع الوقت قد يعني ينسى هذا العلم أو قد يكون أخذ هذا من عادة يعني أمر مرجوح و استمر عليه لا يعتني يعتني دائما أنا أقول أئمة المساجد هم قدوة قدوة الآن من خلفك أغلبهم حوام فهم يرونك إماما يرونك قدوة فيقلدونك يقول أكيد هذا الطالب علم هذا منها القرآن هذا حافظ لكتاب الله أكيد عند علم ما فعل هذه الفعلة وهذه الحركة في الصلاة إلا و هو يأخذها من سنة النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك جماعة المسجد سيتعلقون برقبتك أمام الله عز وجل حينما يخطئون في الصلاة يقول إمام المسجد كان يفعل كذا و يعمل كذا للأسف يعني توجد بعض الأمور يعني أستغرب جدا أن إمام المسجد يقع فيها يعني مثلا قضية سجود السهو أغلب أئمة المساجد وسامحوني أقول هذا الكلام أغلب أئمة المساجد عنده مشكاليات في مسألة سجود السهو إمام يخطئ في الصلاة ثم ينبه بعد الصلاة يروح يعيد الصلاة من قال له بأنه يعيد الصلاة و أين الدليل على أن يعيد الصلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ترك ركعتين و لما نبها قاموا كمل صلاة و أتى بسجود السهو كيف الآن تقول لا نعيد صلاةنا من جديد الصلاة الخطأ الذي في الصلاة يعالج ما تنقذ الصلاة بعض المسائل التي جاءتنا في البرنامج و في غيره يستدرسه بعد التشهد الأول هل هذا يصلح أن يكون إمام مسجد أن نتكلم على العموم بالمناسبة لا أعني جهة أو مكان بالعموم كيف تتقدم الناس و أنت ما تحسن تعالج الخطأ في الصلاة أيضا المسألة الأخرى و هذه التي ابتلية فيها كثير من أئمة المساجد و الذي أشار إليها الأخوة بمحمد مسألة الولع في اللاقط الآخذ هذه يسمون المكرهون هو في اللغة اللاقط الآخذ في اللغة العربية يسمى اللاقط الآخذ في ولع يعني بعض أئمة المساجد الآن تشعر بأنه ممكن يميل جسمه كل مع اللاقط هذا تجد بعض الأئمة منحني إنحناء لأن اللاقط تحت نازل يا أخواني هذا اللاقط لأجل تبليغ الصوت لأجل إيصال الصوت لمن للناس الذين المسجد مليان عندك صف أو نصف صف معقول أنك تلتقم هذا اللاقط معقول يعني تضع اللاقط في فمك و عندك عشر عشرين مصلي وراءك و تميل مع هذا اللاقط و الكارثة أين؟ الكارثة أن بعض أئمة المساجد الآن يترك التكبير الانتقالي و يأتي به في غير مكانه يعني مثلا التسميع الآن لما يقول السنة ما هي السنة أن تقول سمع الله لمن حمد من بداية انتقالك من الركوع الآن بعض أئمة المساجد يقول يرفع ثم يميل إلى اللاقط هذا الآخذ يقول سمع الله لمن حمد و نحن نعلم بأن الراجح من قول أهل العلم و هو قول الجمهور أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع فإذا شخص مسبوق جاء و دخل المسجد مسكين هذا ركع يحس بأنك راكع أنت يظن بأنك ما زلت راكعا هذا المسبوق و أنت رفعت علشان اللاقط علشان اللاقط فأنت الآن فوتت عليه ركعة أنت ستتحمل هذه الركعة عند الله سبحانه وتعالى لأنك أخطأت في مسألة الرفع مسألة التسميع كذلك بعض أئمة المساجد يكبر لما يضع رأسه ساجدا يكبر لما يضع رأسه ساجدا و هذا غلط يا أخواني التكبير يسمى التكبيرات الانتقالية لما تأتي بذكر في غير محله مسألة خطيرة يعني في مذهب من المذهب الفقهية و هذا أحد مفردات هذا المذهب يقول الصلاة باطلة لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى أن التكبير هذا واجب من واجبات و هذا الواجب له مكان و محل هو بين الركنين فإذا أتيت فيه في داخل الركن أتيت بواجب في غير محله عامدا عامدا التكبير ما يقال في السجود التكبير ما يقال عندما تركع يعني عندما تستوي راكعا التكبير يقال لما تنتقل من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر بمجرد ارتفاعك من الركوع تقول سمع الله لمن حمد ما تقولها لما تقف و هذا اللي ذكره الأخوة محمد هو منتشر كثير أنا بنفسي رأيت بعض أمة المساجد إذا جاء ليسجد السجدة الثانية يقول الله أكبر ويميل إلى الآخذ و من خلفه سجد قبله أنا 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 محدثكم رأيت هذا بأم عيني سجد قبل هذا الإمام لماذا؟ لأن الإمام عنده ولع و عنده شغف بهذا اللاقط و بهذا الآخذ هذه وسيلة يا أخواني ما يجوز أن تؤثر على أصل الصلاة وسيلة هذه لإيصال الصوت الآن خلفك صف صفين ثلاثة ما تحتاج لاقط ما تحتاج سماعات يسمعونك هذا كلمسجد الجامع ليمتلئ الصفوف إلى الآخر أما أني أضع اللاقط وألتق من اللاقط التقام وأجعله هو الذي يتحكم في صلاتي هو الذي يكيف صلاتي هذا خطر يا أخواني يا أخواتي سامحوني أقول هذا الكلام لأن أنت قدوة أيها الإمام و ما في داعي إلى مثل هذا التعلق باللاقط أو الآخذ تركه بعيدا عنك تركه بعيدا عنك وأنت إذا كبرت هذه أجهزة تلتقط الصوت تلتقط الصوت بارك الله فيكم ولذلك انتبهوا لصلاتكم اهتموا بعبادتكم أنتم النبي صلى الله عليه وآله سلم يقول الإمام ضامن تعرف ما معنى ضامن؟ ضامن سيسألك الله عز وجل عن صلاتك وعن من خلفك والمؤذن مؤتمن النبي عليه الصلاة يقول اللهم أرشد لأم واغفر للمؤذنين دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام بالرشد و من الرشد أنك تعرف كيف تصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي و أنك تبتعد عن كل المشوشات و المشغلات و الصوارف أنا أجزم يقينا بأن الإمام اللي يتعلق بهذا الآخذ و بهذا اللاقط و يجعل في فمه ما يخشع في صلاته أنا أجزم بهذا ما يخشع في صلاة لأن خلاص صارت هو جعل صلاة تتكيف على هذا اللاقط أصبح اللاقط هو الذي يؤثر عليه هو الذي يؤثر على طريقة صلاة و صفة صلاة فهذه نصيحة حبية أخوية لهؤلاء الأئمة الفضلاء الأخيار الذين منحهم الله و وهبهم و أعطاهم هذه الهدية هدية عظيمة من الله عز وجل يوم أن جعلك إماما يوم أن جعلك تتقدم الناس و لا يمنع يا أخي الفاضل حتى لو كنت دارسا أن تراجع أحكام الصلاة و أحكام الإمام و الإمام و أحكام الإمام و الاعتمام أحكام سجود السهو هذه من أهم المسائل أغلب الأئمة كما ذكرت و أكرر و أعيد عند خطأ في مسألة معالجة الأخطاء في الصلاة ما عندها فهم لمسألة سجود السهو أسأل الله تعالى أن يمن علينا و عليكم بالعفو و العافية و أن يرزقنا و إياكم العلم النافع و أن يوفقنا و إياكم للعمل الصالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر